النصيحة اللي بعد كده إن في حالات مش أنا بقول لكم هو أول ما نحس لقدر الله بالأعراض دي بنروح للدكتور على طول سواء دكتور الأطفال بالنسبة للأطفال أو لو كبار بنروح الدكتور تخص أمراض صدري إنما في حالات ما بنروحش للدكتور بنروح الطوارق طوارق المستشفى ما فيش وقت إن إحنا نروح الدكتور لازم نروح طوارق مستشفى هتقولولي إيه ده انت ليه كبرت الموضوع كده هو مش دور بر أنا بقول لكم هو ما هو أنا مش بكبر الموضوع بس في أحوال معينة لابد أن يكون تحرقنا في اتجاه مستشفى أو في اتجاه قسم الطوارق في مستشفى من الأول خالص كده إمتى الحالات دي لو أطفال لو عندهم كحة فيها إفرازات ومعاها إفرازات يعني فيها بلغم ومعاها ترجيع ومعاها حرارة فوق التسعة وتلاتين هنا ما بنروحش للدكتور لأ بنروح طوارق بنروح للمستشفى المستشفى بقى بيعلقوا بقى بيعملوا بقى لاين بيركبوا كانيولا وبيعلقوا خوافة حرارة على محلول معين وبيحطوا حاجات وبيدوا ممكن حقنا في الكانيولا دي عشان توقف الترجيع ده مش إجراءات تحصل في عيادة خلاص عشان تبقى الأمور واضحة يبقى لو الطفل عنده كحة والكحة دي فيها بلغم وأنا بتكلم عن الأطفال كمان في أطفال كتير ما بيعرفوش يتردوا البلغ معاها ترجيع معاها حرارة تسعة وتلاتين فأكثر يعني مستشفى على طول خلاص طيب إيه الأحوال التانية اللي نروح فيها بردو نروح بالمريد المستشفى لو المريد ده كان حد من الكبار خصوصا كبار السن وكبار المقام أنا بقول كبار المقام قبل كبار السن لو عندهم حرارة فوق تسعة وتلاتين ها زي الأطفال بقى ومعاهم ترجيع لا عندهم حرارة بس فوق تسعة وتلاتين مع تغيرات في درجة الوعي هتقولولي تغيرات في درجة الوعي يعني يعني المريد يغم عليه أقول لحضرتك مش لازم يغم عليه بعد الشر تغير في درجة الوعي يعني أنك تلاقي مثلا والدك والدتك والدة زوجتك والد زوجك حد قريب وهو تصادف يعني أنه مريد وقاعد معاك يعني وابتدى أنه هو لخف يعني لخبط في حكاية بتتقال أو في حاجة بتتقال الأسامي الأيام بتاعة الأسبوع حكالك عن شخص قالك أنه عمل كذا وكذا وكذا فأنت تبقى عارف الأمر فتقول الله يا بابا مش ده مش هو اللي عمل كده ده اللي عمل كده واحد تاني خالص مع حرارة تسعة وتلاتين مع كون المريد من كبار المقام وكبار العمر كبار السن لازم نروح طوارق مستشفى على طول على طول مش نروح لدكتور ونكلم العيادة ودكتور بيجي إمتى؟ صددكتور بيجي سابت واثنين واربع الله ده النهارده اللاربع بس مش هنعرف نروح يبقى نستنى اليوم السابت جاء فيش كلام ده لازم نروح مستشفى وقسم الطوارق على طول خلاص كده؟ طيب